هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر كالعادة الدفاع المدني في مثل هذه المرخفضات يعتمد على مصادره من الأرصاد الجوية الأرصاد تقول أنه سيكون هناك أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رادية سيكون هناك سرعة للرياح كبيرة قد تصل في بعض الهبات إلى مئات كيلومتر في الساعة هنا تكمن الخطورة نتيجة ربما لتساقط بعض الأشجار تساقط بعض الأمور تؤدي إلى إعاقة الحياة اليومية بالنسبة للثلوج كما تحدثت الأرصاد قد يكون غير تراكمي على المناطق العالية التي تزيد عن ألف متر عن مستوسط البحر وعن تسعمائة متر عن مستوسط البحر هذه المناطق هي مناطق محدودة في فلسطين هذا الأمر لا يشكل خطب بإغلاق الطرق أو إعاقة الحياة اليومية نتيجة لتساقط الثلوج نوجه مجموعة من الإرشادات والنصائح بداية للسادة المشاهدين خاصة تثبيت الأمور التي معرضة للتطاير نتيجة لسرعة الرياح تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير عن أسطح المنازل كالخزنات، اللوحات الشمسية وغيرها العمل على الاتصال المبكر على رقمي 2 في حال حصول أي طريق هذه هي نقطة مهمة يجب أن ننوي هنا في بعض الأمور يكون هناك لبس على المواطن نتيجة لحدث معين قد يعمل على الاتصال على رقم طوارئ مثلا على الشرطة هو يحتاج الدفاع المدني قد يبلغ الشرطة أو يبلغ رقم البلدية هذا الشيء نتيجة للتنسيق قد يأخذ وقت معين هذا الوقت هو أفضل للمواطن أن يكون لديه أرقام الطوارئ المتخصصة في المجالات المعينة الدفاع المدني يكون مقسم المناطق يتم تقسيم المدينة إلى مناطق كيف يتم تعامل مع هذه المناطق في مناطق عرضة للخطر أكثر من غيرها خصوصا المعرضة للسيول والفيضانات أيضا صحيح من خلال الاتصال دائما إذا اتصل المواطن إلى رقم طوارئ 102 أقرب مركز على هذا المواطن هو الذي يجيب على هذا الاتصال يتم تقسيم العمل مع الدفاع المدني والشركاء ضمن خطة معينة هناك بعض الأحداث لا تحتاج تدخل الدفاع المدني قد تحتاج تدخل البلديات أو الشركاء أو الأجهزة الأخرى يتم التحويل للتعامل معها من قبل الأجهزة المختصة هناك تنسيق غرفة عمليات مشتركة مع الجهات المختصة هناك أكثر من شريك للدفاع المدني من الأجهزة الأمنية من المؤسسات المدنية المجالس القروية لدى الدفاع المدني قاعدة بيانات للاتصال والتواصل مع المجالس المحلية والبلدية والقروية في المناطق التي لا يوجد بها مراقز الدفاع المدني حتى يكون هناك توفير لبعض المعدات للتعامل مع أي طالق قد يحصل أيضا لدى الدفاع المدني فرق للمتطوعين في المناطق غير الموجود بها مراقز الدفاع المدني هذه الفرق مزودة بمعدات تصريف المياه مزودة بالمعدات الأولية للسيطرة على الحرائق في حال حصول أي حريك أو أي حدث حتى وصول تواكم الدفاع المدني هذا الأمر يؤدي إلى تقليل الخسائر إلى أقل قدر ممكن حتى طبعا وصول تواكم الدفاع المدني الدفاع المدني وضع خطة لعناصره حيث تم استنفار جميع العاملين في الدفاع المدني على رأس عملهم للتعامل مع أي طارق خطوط الطوارئ 102 تعمل على مدار الساعة طواقم موجودة أيضا على مدار الساعة للتعامل مع أي طارق قد يحصل فقط على المواطن أخذ الأمور على محمل الجدية الالتزام بالإرشادات الصادر عن الدفاع المدني للأسف قد يكون هناك حرائق منازل قد يكون هناك حوادث سير قد يكون هناك طرق مغلقة نتيجة لسقوط اللوحات الإعلانية الكبيرة أو نتيجة للتساقط الأجسام المتطايرة هنا نوجه رسالة إلى الالتزام بصيانة هذه الأمور تثبيتها بشكل جيد بالنسبة في حال تساقط الأمطار بكوة ننوه إلى الإخوة السائقين التأني في القيادة عدم تجاوزات الخاطئة عدم المغامرة بدخول تجمعات المياه حيث أنه لا يعرف ما يوجد داخلها حتى لو أنه ما في تركمات للثلوج في مناطق معينة ولكن أكيد أنتو كمان حضرتوا كاسحات الثلوج للتعامل مع هذا مع تساقط الثلوج والمناطق التي تسقط فيها الثلوج بشكل أكثر طبعا هي قد تكون محافظة الخليل وبعض الكرة في محافظة رامالله هي مناطق معرضة لتساقط الثلوج نتيجة لارتفاعها عن طبعا ألف متر في هذه المناطق يوجد لدى طواقم الدفاع المدني كاسحات للثلوج سيتم التعامل معها أيضا هنا نوع هناك شركاء هذا يطمئن المواطن هناك ألية عمل محددة سيتم التعامل معها لكن الرسالة الأهم هو أنه قد تكون الثلوج غير تراكمية لا تعيق الحياة اليومية عدم المغالاة عدم الخوف من مثل هذه الأمور الالتزام قدر الإمكان في حال تساقط الثلوج عدم الخروج من المنزل إلى الضرورة القصوى وهذه نقطة مهمة حتى لا يكون طبعا إذا كان هناك تراكمية الثلوج حتى لا يكون هناك ناس عالقين وبالتالي قد يشكل خطر لحياة وفي حالة كانوا الناس أو المواطنين في الخارج وتم تساقط الثلوج أو بدأ تساقط الثلوج أهمية أنه الواحد يسرع يوصل للبيت قبل ما يصير فيه مشاكل معينة لأنه دائما بالرغم من كل الأخذ الحيثة والحذر ولكن يصير فيه دائما هناك بعض مشاكل السير وتصير فيه أزمات صحيح وتصير فيه ناس عالقة فيها وليس عارفة توصل للمكان الذي يريد توصله أو على البيت النقطة الإيجابية في هذا الجانب أنه حسب ما أفادت الأرصال الجوية أن الثلوج قد تسقط في مساء اليوم أو في الليل هنا على ما أعتقد الجميع سيكون المغادر لعمله أو المعظم سيكون في المنازل قدر الإمكان توفير الاحتياجات اللازمة حتى لا يكون هناك تحرك خارج المنزل في ظل تساقط الثلوج وكما أستفت هناك بعض المناطق التي سوف تسقط عليها الثلوج لا تشكل هنا دعنا لا نخوف المشاهد أو المواطن بأن الثلوج هي غير تراكمية بدرجة أولى الثلوج ستسقط على المرتفعات الجبلية أيضا بالدرجة الأولى قد لا تعيق الحياة اليومية هذه رسالة مهمة حتى لا يكون هناك إرباك أو خوف لدى المواطنين دائما العمل على توفير الاحتياجات اللازمة هنا ننوه إلى نقطة مهمة هي الإنارة البديلة للأسف الشديد في كل ملخفضة يكون هناك منقطاع التيار الكهربائي توفير الإنارة البديلة حتى يكون هناك استخدامها بشكل جيد ولا ينتج حرائق إذا كان لابد من استخدام الشمع استخدامه بطريقة آمنة من خلال وضع الشمعة بداخل الإناء أكبر من حجم الشمعة حتى إذا سقطت تسقط بداخله أيضا إذا كان لابد من الخروج في حالة طارئة أو غير ذلك وكان هناك خطر على المواطن الاتصال على جهات الطوارئ الدفاع المدني الشرطة الإصعاب سيكون هناك تقديم خدمة للمواطنين لأن حماية المواطن المتلكاته هي رسالة لدى الدفاع المدني يعني نحكي شوية كمان عن المؤسسات الشريكة أكيد فيها تقديم غرفة طوارئ ليست فقط للدفاع المدني إنما لكل محافظة هناك غرفة طوارئ للتعامل مع كل الحالات اللي بتكون موجودة قدامكم نحكي شوية عن هذه المؤسسات الشريكة إحنا لدى الدفاع المدني المجلس الأعلى للدفاع المدني هذا المجلس يضم الدفاع المدني رئيسا للمجلس ومجموعة من الشركاء ربما لا يعني أتذكر رقم ربما يكونون 32 شريك رسمي للدفاع المدني في مثل هذه الظروف هؤلاء الشركاء هم الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى الهلال الأحمر أيضا المجالس المحلية والقروية والبلديات والمحافظات يتم كما أسلفت في كل محافظة يكون هناك لجنة طوارئ وغرفة عمليات مشتركة غرفة طوارئ يرأسها محافظ المحافظة يكون هناك متابعة مستمرة مع الدفاع المدني كونه الرئيس للمجلس الأعلى للدفاع المدني بمتابعة التطورات الميدانية على الأرض من حالات الطوارئ ماذا يحدث من حرائق من إعاقات للمرور والحركة وغيرها حتى يتم تحريك أكثر من جهة في بعض التدخلات لا سيما أن هناك آليات متخصصة لدى الدفاع المدني وأيضا بعض الشركاء لديهم آليات متخصصة لمثل هذه الظروف تستطيع الوصول ومساعدة المواطنين بإيش الهد المفروض تكون موجودة في كل بيت خصوصا في المنخفضات الجوية وأيضا تحديدا في أثلوج طبعا يفضل أولا توفير الإنارة البديلة في حال انقطاع تيال الكهربائي أيضا يفضل أن يكون هناك مجرفة صغيرة حتى يعمل المواطن على إزالة أثلوج لتشكل عائق أمام منزله حتى طبعا يستطيع مساعدة نفسه أيضا أن يكون هناك خطة أو أرقام الطوارئ واضحة في حال حصول أي طارئ للمواطنين أن يتابع الأخبار أو الرسائل التي تصل من الدفاع المدني والمؤسسات الشريكة عبر المذياع إذا كان هناك قطعة تيال كهربائي المذياع هو جهاز يعمل على البطاريات وغيره حتى يتابع الحالة وماذا يحدث على أرض الواقع كما حتى أيضا ننوه مرة أخرى بأن نأمل أن يمر هذا المرخفض بشكل جيد نأمل أن يمر بدون خسائر في الأرواح والمتلكات الأمور طبعا إذا كان هناك التزام لدى المواطن ربما قد يمر دون أي خسائر لكن نتيجة لغزارة الأمطار قد يكون هناك تشكل السيول في بعض المناطق أصحاب هذه المناطق هم أدرى بها يعرفون أنه قد يحصل تجمع للمياه قد يحصل سيول عليهم التواصل مع الدفاع المدني أو عليهم طبعا في بعض المناطق يكون لديهم بعض المعدات للتخلص من هذه المياه لكن الدفاع المدني على الجاهزية أو على الاستعداد ضمن الخطة واضحة لأتعامل مع مثل هذه الأمور وكما أسلفنا دائما أهمية الاتصال عند الاتصال على الرقم الخاص بالدفاع مدني أهمية إعطاء بلاغ صحيح وكامل أي إذا كان هناك حريق أين يقع الحريق وصفه مثلا كرب منجل ودهي مبالغة يعني مش أي شيء نقطة مهمة هي للأسف أنه في كل الملخفضات هناك مبالغة بحالات تصريف المياه أو حالات تجمع المياه التي المواطن يعمل على طلب الدفاع المدني للتخلص من هذه المياه خاصة في مواقف السيارات تحت العمارات السكنية عندما يصل الدفاع المدني طبعا للأسف تكون المياه هي مياه عادية تجمع للمياه لا يتعدى ارتفاع مثلا ثلاث سنطي هذا لا يشكل خطر ولا يعيق حركة المركبات لكن هذا يعمل على رعب لدى المواطن أو خوف من تجمع المياه بشكل كبير في مثل هذه الظروف يستطيع المواطن التصرف في مثل هذه الحالة هنا ننوه بعدم المغالاة لأن الدفاع المدني سيأتي الأولوية للحالات الأولى إذا كان هناك حالات حرائي إذا كان هناك حالات إنسانية هي ستأخذ الأولوية وبعد ذلك سيتم تدرجة ديش مهم حتى لو دنيا شويبر لازم يكون فيه شؤ من النوافذ من الأخطيط المنازل يعني عشان تجديد الهوى وعدم الاختناق في المنازل صحيح في هذا الجانب دائما ننوه إلى أهمية ترك نافذة مفتوحة بشكل بسيط حتى يتم تجديد الأكسجين خاصة نتحدث في المناطق الريفية الذين يعتمدون على استخدام الكانون أو المنقل للتدفئة حتى يتم تجديد الأكسجين هنا ننوه إلى أهمية تائما بعد الانتهاء من الجلسة العائلية والذهاب إلى النوم ترك هذا المنقل خارج المنزل لأنه يصدر عنه غاز هو الأكسجين كالبون هو غاز قاتل ويسمى بالقاتل الصامت أيضا في جميع وسائل التدفئة هي تأخذ الأكسجين الموجود بالغرفة حتى لأن الأكسجين هو من مثلث الحريق أو النقطة مهمة لحصول النيراء طبعا تشكل النار حتى يتم تجديد الأكسجين بشكل تلقائي ولا يكون هناك حالة اختناق دائما ننوه إلى نقطة مهمة هي عند استخدام وسائل تدفئة استخدامها بشكل آمن من خلال عدم تركها بالقرب من الستائر أو على السجاد بشكل مباشر حتى إذا انقلبت لا يكون هناك خطر وعدم تركها في غرف الأطفال لوحدهم حتى لا يكون هناك خطر استخدامها بشكل خاطئ من قبلهم نقطة مهمة هي عند للأسف المعظم يلجأ إلى استخدام المدفأ لتجفيف بعض الملابس أو لتسخين الطعام في الجلسة العائلية النقطة المهمة هي إذا كان طبعا هي خطرة للغاية ننوه إلى عدم استخدامها وللأسف يكون هناك الاستخدام أمام الأطفال الطفل مقلد للأب والأم ربما يذهب الأب أو الأم إلى غرفة أخرى هنا الطفل يضع قطعة القماش على المدفأ يحصل حريق أهمية عدم لجوء إلى ذلك كمان نعطي نصيحة في العمارات السكنية فيه بيكون وجود المصاعد وفي حال انقطاع الطيار الكهربائي من المفضل عدم استخدام المصاعد خوفا أنه ينقطع فجأة المصعد لو نعطي نصيحة للمواطنين كمان في هذا الجانب طبعا في بعض المناطق التي يكون هناك فيها انقطاع وعدم ثبات للطيار الكهربائي نكتبهم عدم لجول استخدام المصعد نهائيا حتى لا يكون هناك خطر طبعا أن يكون هناك أشخاص محتجزين لكن إذا لقدر الله وكان هناك أشخاص محتجزين هناك جرس إنذار في المصعد على المواطن الضغط على هذا الجرس هناك لوحة تعليمات داخل المصعد بيوجد بها أرقام طوارئ للدفاع المدني وأيضا لأصحاب أو الشركة المالكة للمصعد يستطيع المواطن الاتصال عليها والاتصال على الدفاع المدني حتى يتم طبعا التعاون مع هذا الحدث الدفاع المدني يعمل أو ضمن شروط السلامة العامة للدفاع المدني أن يكون حارس العمارة السكنية أو طبعا لجنة العمارة السكنية بها أشخاص مدربين على التعاون مع المصاعد العالقة يكون هناك ضمن لجنة معينة في كل عمارة يوجد لجنة إذا لم يكن لديهم شخص يستطيع التعاون مع المصاعد العالقة عليهم التوجه إلى أقرب مركز دفاع مدني في المنطقة وفي المحافظة حتى يتم تدريبهم وحتى يكون هناك شخص قادر على التعامل بالنسبة للمواصير المياه أديش مهم يكون فيه زيتان فيس شوي من المواصير؟ حتى لا يكون هناك تجمد حتى لا يكون هناك حالة تجمد ننوه هنا لاستخدام بويلرات الغاز أو سخان الماء الكهربائي أو الغاز النقطة المهمة هي عند الانتهاء من استخدامه العمل على إغلاقه بشكل فوري إذا كان بالكهرباء حتى لا يكون هناك انفجار في العام الماضي حصل انفجار أدى إلى صابات خطيرة في منزل في إحدى المحافظات لأن البعض يعتمد على أن نظام الوتوماتيك شغال في هذا السخان في بعض الأوقات يكون هناك خلل في هذا النظام لا يعمل ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير يجب أن يكون هناك تنفيس للمياه موجود ضمن سخان الماء هذا وإذا لم يكون هذا التنفيس وهناك عطل بالنظام الوتوماتيك قد يحدث انفجار ننوه إلى دائما التأكد من إغلاقه كما نرجع نذكر وننوه للمشاهدين أنه عدم الخروج في المناطق فيها تجمعات للمياه عدم يصير فيه يعني يصيروا معالقين في هذه المناطق إيش نصيحتك لإلهم؟ هي النصيحة نوجيها عدم الخروج إلى الضرورة القصوى وإذا كان هناك خطر أو شعر المواطن بأن هناك خطر الاتصال على الأرقام الطوارئ وإذا كان هناك حاجة ملحة مثل الحالات الإنسانية سيكون هناك تعاون مباشر دائما توفير الأمور والمواد التي يحتاجونها قبل دخول منخفض ربما خلال ساعات قد يدخل هذا المنخفض الحذر قدر الإمكان عدم الدخول بالمركبة داخل تجمعات المياه لأنه لا يعرف عمق هذا التجمع لا يعرف ماذا يوجد بداخل هذا التجمع وإذا لا قدر الله كان هناك أناس محاصرين الاتصال لنبكر مباشرة على الدفاع المدني حتى يتم التعامل معهم ورقم دفاع مدني هو رقم مجاني 102 عدد مهم كمان في ساعات الصباح الباكر بعد تساقط الثلوج يعني هناك إمكانية لتشكل الإنجماد وبالتالي عدم خروج المواطنين في ساعات الصباح لخطر التزحلق أيضا طبعا هي رسالة مهمة قد يكون هناك تشكل للإنجماد أو الصقيع في اليومين مثلا المرخصة سيكون اليوم قد يكون يوم الخميس والجمعة هناك تشكل للإنجماد والصقيع النقطة المهمة هي عدم الخروج في ساعات مبكرة وإذا كان لابد من الخروج في ساعات مبكرة السير قدر الإمكان ببطء وتأني حتى لا يكون هناك خطر تزحلق المركبات وخروجها عن مسربها وبالتالي قد يحصل حوادث السير هنا نوجه رسالة خاصة للإخوة العاملين الذين يخرجون في ساعات مبكرة في ساعات الفجر الأولى هنا رسالة مهمة لهم قدر الإمكان تأخير الخروج ولو لساعة حتى يذوب هذا الصقيع أو حتى لا يكون هناك خطر واضح أشي ممارسات خاطئة برتكبها للمواطنين دائما في المنخفضات الجوية؟ معظم المنخفضات قد لا يمر منخفض لا يكون هناك حريك منزل نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة نتيجة الاستخدام الخاطئ للنار البديلة أيضا يكون هناك دائما أشخاص محاصرين نتيجة لانقطاع الطيال الكهربائي وبالتالي يكون هناك أشخاص داخل المصعد أيضا للأسف دائما يكون هناك حوادث سير حتى لو لم ينجم عنها إصابات نتيجة لخروج المركبة عن مصارها نتيجة لعدم تقدير السائق لمسافة كافية بينه وبين المركبات الأخرى أيضا نتيجة لدخولهم داخل الجمعات المياه هذه التصرفات يستطيع المواطن الابتعاد عنها أو ترك وقت كافي أو إعطاء نفسه مدة زمنية حتى يخرج هنا قد طبعا يؤدي إلى عدم حصول هذه الحوادث ننوه إلى ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة الاستخدام الآمن للنارة البديلة التحلي بضبط النفس حتى لا يكون هناك حوادث سير خلينا كلمان نحكي عن جانب من الدفاع المدني كيف يتعلم من الدروس والأخطاء التي يقع فيها خلال المنخفضات طبعا هناك في بعض المنخفضات الجوية السابقة لم يكن لدى الدفاع المدني طاقم إنقاذ مائي في هذا العام لدى الدفاع المدني طاقم إنقاذ مائي لدى الدفاع المدني قوارب للتعامل مع مثل حالات لا قدر الله إذا كان هناك أناس قد يغرقون فيها تجمعات المياه وما شابه ذلك موزع هذه القوارب على المحافظات التي قد يكون فيها تجمعات لأنمياه محافظات بيت لحم الأريحة وطوباس وغيرها أيضا لدى الدفاع المدني تم إدخال ست معدات صغيرة ست ناقلات صغيرة ومزودة وحدات ضمن وحدة الإنقاذ مزودة بأجهزة إنقاذ هذه المركبات ميزتها أنها صغيرة الحجم وسريعة تستطيع الوصول إلى مكان الحدث بزمن أقل وبالتالي يكون هناك الخسائر في الأرواح المتلكات تكون بأقل الدرجة شكرا إليك الملازع عبدالودي النجار من اللقات العامة للدفاع المدني ياتكم نروح مشاهدينا لفاصل ومنكمل مشوارنا الصباحي لهذا اليوم